موسيقى وكان صلاح الدين في قلة من العساكر لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله وقد سير أساكره إلى مصر فأرسل يستدعيها أقول هنا المصالحة مع الفرنج والتحالف معهم والاستعانة بهم كانت مسألة طبيعية يا ابن تيمية اسمع وقرأ ليس الشيعة ليس الرافضة ليس الفاطمية ليس الإسماعيلية لا أنكر الأمر بالكلية لكن الآن ما يحصل من أحداث ما حصل من أحداث وهو يتهم ويفتري على الشيعة في كل الأوقات في كل الأماكن في كل الحالات بكل الأكاذيب والافتراءات إذن المصالحة مع الفرنج والتحالف معهم والاستعانة بهم كانت مسألة طبيعية جدا ينتهجها كل الأطراف الإسلامية بلا فرق السنية والشيعية فيتم التحالف مع الفرنجي والاستعانة به من قبل السني ضد السني وضد الشيعي وكذلك يفعل الشيعي ضد الشيعي وضد السني فلا فرق بين أمس واليوم فإذا كان ذلك مشرعنا من قبل الأئمة والعلماء في ذلك الزمان فيكون مشرعنا في هذه الأيام حسب أساسيات وأصول ومبادئ شرعنته في ذلك الزمان فلماذا يا دواعش يا مارقة فقط هذا الاحتجاج لماذا الآن تكفرون ليس فقط من لا يكون معكم وإنما تكفرون من يريد أن يحمي نفسه من الآخرين منكم أو من غيركم بالاتفاق مع الدول والقوات والعساكر الصليبية النصرانية الوثنية غير الإسلامية الشيعية الرافضية الصوفية لماذا تكفرون هؤلاء؟ لأنهم تصالحوا أو تحالفوا مع هذه الدولة الأوروبية أو مع تلك الدولة الأوروبية أو مع هذه الدولة الآسيوية أو مع تلك الدولة الآسيوية أو مع هذا الطرف وهذه الدولة الشيعية أو تلك الدولة الفاطمية أو الإسماعيلية أو الصوفية أو غيرها من دول ومن قوات ومن عساكر ومن ملوك لماذا تكفرون هؤلاء؟ أليس هذا هو نهج الأهمة وأولياء الأمور؟ أحدهم يتحالف مع الفرنج مع الصليبيين مع المجرمين مع القتل ضد أخيه المسلم السني من نفس مذهبه من نفس طائفته من نفس دينه فلماذا يا دواعش يا مارقة يا قتل لماذا الآن تكفرون الشعوب بدعوة أنهم سكتوا على الحكام الذين تحالفوا مع دول أخرى مع هذه الدولة الغربية الأوروبية المسيحية الصليبية أو مع تلك الدولة الأوروبية أو الشرقية الإلحادية أو الوثنية أو الشيوعية أو الشيعية أو الرافضية أو الصوفية أو المعتزلية وهو هذا الحاكم تحالف مع هذه الدولة أو مع تلك الدولة كما تحالف سابقا صلاح الدين والملك الصالح ونور الدين وغيرها أولاوة والخلفاء العباسيون هل يحل لأولئك ويحرم على هؤلاء إذا كانت القضية حلال ومباحة فلماذا الآن تكون حراما تكفرون الحاكم فتكفرون الشعوب لأنها تدعون بأنها سكتت على تصرف الحاكم فتباح كل الأمور الدماء والأموال والعراض مقياس باطل ونفاق ويظل على ترجمة نانسي قنقر